سيد النائب محمود سامي بتعقيب على كل ما تفضل أسادة الضيوف بالإدلاق به ثم يجي السؤال أنا مش عاوز وإحنا بنفكر في إعادة هيكلة الاقتصال وإصلاحه الهيكلي ويحصل تخرجات ووثيقة ملكية الدولة ألاقي المواطن وقف أعزل فجأة ومخضوط يعني طبعا بالنسبة للتعقيب ما عنديش تعقيب كتير يعني طبعا أحمد سميري النبي أحمد سمير صديق وساهمنا هو في كتابة ورقة عن مشاكل الاستثمار وعرضناها يعني مع بعض في مجل الشيوخ يعني فطبعا ما يقوله هو ده اللي احنا متفقين عليه من فترة طويلة الدولة قطعت شط كبير في وضع العنوين أو السياسات وثيقة ملكية الدولة وغيرها لخصة ذهبية تعديل قانون الاستثمار لكن إلى الآن لم نجني السمار الحققية وده جايز يكون أحد المسببات الرئاسية أن دائما الاستثمار الأجنبي بيفضل الاستثمار السهل والاستثمار السهل دائما هو العقاري ليه لأن انت على الأقل لديك ملكية سابتة وعقار سابت والعقار زي ما بيقولوك ده يمرض ولا يموت وبيزيد قيمته ففي التالي هو دائما الاستثمار العقاري هو الجاذب ليه خصوص الاستثمارات الخليجية لكن احنا زي ما بنقول عزين ننتقل لأن الرقم الكبير بتاع راس الحكمة ده كان ممكن يعمل لي مصنع زي اللي احنا كنا بنتكلم عليه زي مثلا تايوان سيمي كوندكتور ده أمريكا بلدو حطته في تايوان دعما لهذه البلد النهال ده بيعمل لها يعني المصنع ده بجيب 42 مليار دولار سنويا يعني أدى حجم صادرات مصر كلها يعني فبالتالي الشيطان زي ما بقول في التفاصيل التفاصيل كثيرة في السياحة وفي الصناعة السياحة التجربة السياحية الفيز السياحة العلاجية ولسه كنا بنتكلم خارج الاستوديو اللي اتعى في السياحة العلاجية عندنا كم من الأفارقة يوردون العلاج في مصر لكن عشان لدينا حساسيات قديمة بياخد وقت كتير ست شهور ممكن عشان يحصل على الفيزة نتيجة موفقات متعددة فبالتالي هو راجل أصلا يعني جايز تتعالج وست شهور جايز تكون حياته كلها المتبقية لأنهم غالبا يعني بيتعالجوا من أمراض عضال ربنا يحفظك ويحفظ مجاهدين فبالتالي راحوا للمغرب وراحوا لتونس وده البند ده ممكن يجيب لنا مليار وشوية كده يعني سياحة العلاجية لو سهلنا بعض الإجراءات ودي هتشاغل الدكاترة والمستشفيات وغيرها ننتقل إلى النقطة اللي احنا متوفقين علينا وانت بس هم لأ لأن هم يمنيين بس هم حشد فإحنا طبعا يعني حزب مصر الديمقراطي إحنا سنترليفتي يعني لدينا الجنب اليسار الوسط هم جدا على الجنب الاقتصادي أنا كتبت وثيقة في الحوار الوطني قدمت في أولوات السمارات العامة قلت إن وثيقة سياسة الملكية الدولة وثيقة مؤقتة لأنها ليه أهدف لثلاث سنين واتخاره وكين لكن إحنا كنا حرصين في الحوار نعمل حاجة اسمها دور الدولة في الاقتصاد تكون وثيقة دائمة تيجي الحكومة دي أو الحكومة اللي بعدها هو ده الفريمورك اللي إحنا نلتزم به دي لا تصر على إن دائما القطاع الخاص لا يمس لا يمس عندما لا يستطيع أول حاجة أو لا يستطيع تقديم الخدمة بالجودة الكافية فبالتالي تخش الدولة أنا عشان كي أقول لك عاملك مفاجأ اللي إحنا يعني لا يجب اللي إحنا نفضل ماشيين على خط مستقيم الدول كلها في العالم الرئاسمالية وغيره بتتحرك حسب المحطيات لو القطاع الخاص مش جاهز مثلا للدخول فيه صناعة سقيلة مش معقول أقول التنافسية أنا مش عاملها لا هعملها إلي أن تأتي وبعد كده نخرج زي ودي تجربة كوريا مثلا الجنوبية في سامسونج يعني هي اللي بانت سامسونج وكبرتها إلي أن أصبحت نضيجة وأصبحت هي في حد ذاتها دولة أعطتها للقطاع الصين بتدعم يعني أنا عملت برة كتير جدا وشفت الاستثمارات الصينية واحتكت بمستثمرين صينيين كده معظم اللي التمويل بتاعهم يأتي من الحكومة الصينية بيبقى الشاركة كمان من بنك الزراع الصيني وغيره لأنها عايزة توطن مثلا البطاريات عايزة تحتكرها في العالم بطاريات العربيات الكهربائية فبالتالي أي شركة تيجي تقول لها عايزة تمويل عشان أنتج البطارات الكهربائية أو أتعاون مع شركة في ألمانيا وبتاع تعطيها التمويل عشان توطن هذه الصناعة في الصين فبالتالي وثيقة الجديدة اللي احنا بنتكلم عليها دور الدولة في الاقتصاد لا تتكلم على يعني وان وي اللي يتخارج في كل حاجة لا أن الدولة تتخارج عندما يكون القطاع الخاص قائم بأعماله على الأكمل وجه ويقدم الجودة ويقدم السعر العادل وكل دي لكن هذا لا يمنع أن الدولة لو لقيت القطاع الخاص لا يستطيع لا يقدر عنده مشاكل في رأس المال العائد بالنسبة له قليل عليها اللي هي الدولة تخش مرة تانية ويعني تنتج وتصنع وتراقب إلى أن يأتي القطاع الخاص فتخرج من هذه الصناعة عشان اللي هي الحياة التنافسية ده أيضا الجنب الاجتماعي بقى إحنا بكرة عندنا في مجلس الشيوخ أنا والنائب أحمد سمير قانون جديد اللي هو قانون الضمان الاجتماعي ده بيتكلم على الضمان الاجتماعي تكافل وكرامة توسيع قادة المستفيدين تم توسيعها بشكل كبير جدا ووضع أولويات وتسهيل في الإجراءات بحيث لأن دي أحد متطلبات كمان السندوق يعني دائما تأتي نظرات المؤامرة أن السندوق دائما شرف وهو آه طبعا فيه نواحي سياسية كتيرة لكن السندوق النقد الدولي عندما طلب من مثلا تخرج الدولة والحياة التنافسية ودعم الصناعة وترشيد الانفاق دائما يقول الضمان الاجتماعي يجب أن تكون حمالة اجتماعية الدولة لا تستقر من غير حماية اجتماعية طبعا فبالتالي إحنا بكرة رحين نناقش قانون بالنسبة لي أنا كمعارضة هروح أوافق عليه تمام 100% لن أرفع إيدي بأي نوع من أنواع المعارضة والمعارضة لما توافق آه لأن هو ده هذا ما يعني هو ده اللي إحنا ما نسعى إليه اللي هي الاقتصاد الحر المنضبط وفي نفس الوقت حماية الطبقات الغير قادرة اللي هي زي ما بنقول بقى زاوي الهمم والمسنين والفقراء وغيرهم اللي إحنا بنحاول يعني نجد لهم وظيفة وده جوال قانون كمان عندما نجد وظيفة للمستحقين مع شات المشروطة أو غير مشروطة التكافل أو كرامة يخرجوا بقى من هذا النطاق ونبتدي يعني نقلل اللي هي هذه الفئات قدر الإمكان فبالتالي الاقتصاد ليس مبني على اقتصاد حر غير منضبط لا اقتصاد وطني أو أجنبي لديه ضوابط لديه طبعا حيات تنفسي كامل اللي هو لا ينفسه أحد لكن هذا لا يهمل اللي إحنا عندنا زي ما بقول الضمان الاجتماعي عندنا قانون العمل داخل مجلس النواب قريبا وده بلده أحد شروط الصندوق أو جهاد البنك الدولي وغيره اللي يكون هناك قانون عمل منضبط يعمل في توازن العلاقة ما بين الشركات والعمال ده ياخد حقه وده ياخد حقه وكيفية تنظيم المفاوضات بين الاثنين فبالتالي يعني حتى الدول والمؤسسات التي نطلق عليها رأس مالية حريصة أشد الحرص على توازن العلاقة والسلام الاجتماعي الضمان الاجتماعي التأمنات الاجتماعية علاقات العمل لحد الأدنى الأجور اللي إحنا زودناها يعني إحنا قبل ما ناخد أي حزم في موضوع عملية تحريك الدولار لو هيتم كان بالضبط قبل ما نتكلم نرفع الحد الأدنى للأجور ونسعى اللي إحنا نطبقه كمان على القطاع الخاص أينهم القطاع الخاص يعني بعافية شوية لكن يجب اللي هو كمان يطبق عليه الحد الأدنى للأجور بحيث تتوازن العلاقة عشان كده أنا بقول يعني رأس الحكمة خبر يعني جايز يكون إيجابي مفرح إن فيه استثمار النبي مباشر لكن كما اتفقنا نحن الثلاثة على الترويزة مع حضرتك إن هذه نقطة بداية وهناك تفاصيل بقى لاحقة كثيرة حلو جدا هيا اشتركوا في القناة